تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدة حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله وذلك بمناسبة نجاح مملكة البحرين في تنظيم سباقي جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورميلوان 2020 وجائزة رولكس الاسخير الكبرى للفورميلوان 2020 رفع فيها سموه إلى جلالة الملك المفدة حفظه الله ورعاه خالص التهاني والتبريكات بمناسبة النجاح الكبير الذي حققته مملكة البحرين في تنظيم سباقي جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورميلوان 2020 وجائزة رولكس الاسخير الكبرى للفورميلوان 2020 مشيدا سموه فيها بأبناء البحرين الذين استطاعوا من تنظيم هذين السباقين بكل جدارة واقتدار وفق الخطط والإجراءات الاحترازية الموضوعة وبفضل الجهود الكبيرة التي قام بها المنظمون من كثة الجهات الحكومية بالرغم من الظروف الاستثنائية العالمية لجائحة فيروس كورونا وأكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء على أن نجاح المملكة في استضافة وتنظيم السباقين المتتاليين بخبرات وطنية عزز من مكانتها على خارطة رياضة سباقات الفورميلوان ويدعم الجهود لجذب الفعاليات الدولية التي تصهم في رفعة اسم البحرين عاليا وترفد المسيرة التنموية الشاملة للمملكة بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وتوجه سموه حفظه الله إلى مقام جلالة الملك المفدى أيده الله بالشكر والتقدير والامتنان معاهدا جلالته على مواصلة تحقيق رؤى وتطلعات جلالته مستنيرا بنهج وتوجيهات جلالته حفظه الله ورعاه لتحقيق كل ما فيه خير ونماء الوطن والمواطن داعيا سموه الله العلي القدير أن يمتع جلالة الملك المفدى بموفور الصحة والسعادة وأن يحقق لمملكتنا الغالية المزيد من التطور والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة وقد بعث حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله أعرب فيها جلالته وأيده الله عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله مشيدا جلالته بدور سموه وحمله للأمانة وأداء الرسالة بهذا التميز داعيا الله أن يعين سموه ويحقق جهوده والتطلعات المنشودة من أجل الازدهار الدائم للمملكة معربا جلالته عن خالص تهانيه بنجاح الجهود في تنظيم السباقين جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورميلة ون 2020 وجائزة روليكس لصخير الكبرى 2020 مؤكدا جلالته حفظه الله أن هذه الجهود التي بذلها سموه وجهود كفة الجهات الحكومية من أبناء البحرين التي تقف بثقة خلف هذه النجاحات بالرغم من جائحة كورونا وتأثيرها السلبي على كفة النشاطات العالمية هي موضع التقدير العالي العالمي الكبير مباركا جلالته حفظه الله ورعاه لسموه هذا النجاح البارز والجهود الناجحة التي ينهض بها سموه بكل كفاءة سائلا جلالته الله عز وجل أن يحقق بجهود سمو ولي العهد رئيس الوزراء والعاملين مع سموه في هذا الحقل المزيد من النجاح المرموق الذي شد أنظار العالم